خبرين ثلاثة كده بسرعة خبر قنبلة خبر قنبلة دولية قنبلة دولية بكل ما تحمل الكلمة اما العارفين طبعا ان روسيا روسيا بتخش في اي اولمبياد بتحصد عدد مهول من الميداليات المتنوعة ذهبية وفضية وبرونسية ولديها ابطال في كل الالعاب النهاردة وفقا للوادة لجنة منشطات الدولية ايقاف ايقاف روسيا روسيا يعني كل الالعاب كل الالعاب عن اي انشطة دولية لمدة اربع سنوات يعني لا اولمبياد توكيو 2020 هتكون موجودة فيها ولا الاولمبياد الشتوية هتبقى موجودة فيها ولا كأس العالم 2022 بالقطر هتكون موجودة فيها ولا يحق لاي مسؤول رياضي بشكل رسمي روسي يحضر اي ايفنت دولي على مستوى العالم يعني تجميد رهيب رهيب للرياضة الروسية صحيح ان روسيا لديها 21 يوم اتطعن على هذا القرار لكن اذا تأكد هذا القرار اتصور انه فاجعة فاجعة في قلب الرياضة العالمية طبعا سببه وفقا للكلام انه من 2015 بتتدخل روسيا بشكل صعب جدا في المنشطات وهنا وهنا وفي الالعاب دي والالعاب دي والالعاب دي يعني يبدو انها لها تاريخ حافل في المنشطات مما جعل الوادى لأعلى سلطة في المنشطات على مستوى العالم تتخذ قرار بهذه القصوة اربع سنين ده حاجة مش بسيطة يعني يا ترى يا هل ترى هذا الطعن اللي هتقدمه طبعا روسيا واللجنة الولمبياد روسيا وكلام ده كله هيكون مصيره اتمنى يعني ان تخرج روسيا من عنق الدجاجة لانه بدون روسيا في الولمبياد امر صعب جدا الحقي طيب طبعا روسيا